أستاذ عسام يعني كتب بعض الإعلاميين إنه دوليين وعرب ومصريين وكده إنه إسرائيل الآن بين خيارين بين التقارب السعودي وبين يعني حتى هم كتبوا رفح أو الرياض يعني بين رفح والرياض يعني إن هي يتتوغل في رفح وتركن بقى تضرب عرض الحق كل المطالبات العربية والمصرية يا إما تحط نفسها بقى في مواجهة الدول الخليجية اللي بدأت يحصل فيه تقارب وتعاون على أكتر من المستوى في الاقتصاد والأمن والسياحة وتتحط في مأزق هل يتجلى هذا في القمة العربية القادمة في رأي حضرتك؟ شوف علشان نبقى واضحين والكلمة مسؤولية الأحداث سبقت ما تناوله البعض من أفكار تجاوزتها الأحداث بمعنى إسرائيل نجحت في تحييد وفصل القوى العربية عن بعضها البعض والتماسك العربي إذا كان موجود من قبل أصبح اليوم في خبر كان لأن شريان الغذائي وشريان الحياة الذي تم التوافق عليه في قمة العشرين في الهند واتنفس بالفعل وهو تحويل مصار بري يعمل 24 ساعة عبر شاحنات من دولة الإمارات المملكة العربية السعودية المملكة الأردنية إسرائيل نجح خلال التمانين يوم اللي فاتوا من الحرب في أن المواطن الصهيوني أو الإسرائيلي معاً لا يستشعر بأن إسرائيل في حرب بمعنى أن الأبجديات أو البديهيات بتقول أن حالة حرب الدولة في حالة حرب يعني ارتباب في الأسعار ارتباط في مخزون السلع ارتباط في المخزون التراتيجي الأوضاع بتتغير 180 دولة أزمات بتتفقق يوم بعد يوم هذا الخط لحياتك بتتحدث عنه بين السلع الاستراتيجية للأكل والغذائية وكل حاجة كل ما تتخيله طب معلش عندي علامة تفهمه طبعاً حياتك لك كامل الحق في أن تجيب بما يترأى لك يعني يعني كيف يعني بأي ضمير نعمل خط يعدي من عندنا عشان الإسرائيليين يكلوا وإحنا عارفين أن إسرائيل وقفة ضد الفلسطينيين يكلوا وعندنا حالات كثيرة من فلسطينيين يموتون لأن مفيش مثل هذا الخط وما نحطش على الأقل دي قدام دي هي دي بتتطلب موقف عربي معشان كده أنا بقولك أن في القمة أوراق ضغط القمة أوراق ضغط كتير كتير جداً وأكتر مما تتصور ولو فتحتها على الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي كتير جداً من الدول يعني قيادتها أمام شعوبها هتتغير الصورة 180 درجة لأن أنت لديك بدل من أوراق ضغط على سبيل المثال على الصعيد العسكري أنت عندك أربع قوائد أمريكية في أربع دول خليجية تستطيع أن تخفض مستوى التواجد العسكري الأمريكي على هذه الأراضي هتقف الحرب الثاني يوم يعني أنت بمجرد ما تقول أنا الكويت والمحرين والقطر هتوقف هتنزل مستوى التواجد الأمريكي على هذه القواعد من مثلاً 100% 50% أو 75% القرار ده هيأصل بشكل رهيب على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى إسرائيل وعلى حرب الإبادة اللي بتشرناها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية